السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع زراعة الفراولة أو مشروع زراعة الفراولة برنامج تسميذية باعتبار أفضل زراعة أو أفضل مشروع زراعي التي يمكن لمزاري الاستثمار فيه لكي يخلي واحد أرباح جيدة وواحد أرباح محترمة وغضي نتكلم على جميع الأساسية متعلقة من حيث التسميد والعناية في هذه المرحلة بعد ما قمنا بمشاركة معكم من عديد من الحلقات والأساسية الأولى لزراعة الفراولة من حيث التسميد أو من حيث الزراعات الأولى من حيث الحرث إلى آخره إن شاء الله سنتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن برنامج تسميذية والعناية بها فكيما كنت لاحظوا معي الإخوان بالنسبة لزراعة الفراولة فهي تعتمد من حيث نجاحها على التقس الدافئ كلما كان التقس الدافئ وأشيعة الشمس كلما كان الإنتاجية للفراولة جيد هذه الخطوة الأولى الإخوان بالنسبة إلى كنتك توفر الأشيعة الشمس والتقس الدافئ سيكون لديك إنتاج جيد للفراولة فهي نبات يحب الدفء و أشعة الشمس كلما كانت إنتاجية جيدة هذا أمر يجب معرفته بالنسبة لزراعة الفراولة من حيث السقي الفراولة بالنسبة بعد تساؤلات الإخوان هل الفراولة تحتاج إلى المياه؟ لا تحتاج إلى المياه بكاترة أو زراعة الأخرى سنتكلم من حيث السقي بالنسبة للتربة الرملية في مرحلة التمار، أما تتكلم عن المرحلة الأولى التي تحتاجنا أقل من كمية ألمية في مرحلة التمار كما كانت تلاحظوا معي تقريبا سنقوم بسقيها مرة وعدة في اليوم بالنسبة للتربة الرملية لمدة ساعة من حيث السقي بالتنقذ فهي لا تحتاج إلى المياه بالنسبة للتربة الحمرة أو الطينية تقريبا سنقوم بسقيها ثلاث مرات في الأسبوع فقط فكما كانت تلاحظوا معي المسيحة من بين الخطوط تقريبا 1.40 متر لأن الخطوط متباعدة لا تحتاجنا أحد خطوط بكثرة من حيث السقي بالتنقذ لأنها لا تحتاج 1% بالنسبة للبرنامج التسميدية من حيث تسميد الكيميائي فهي مثل مثل الخضرات في هذه المرحلة تقوم بتسميدها بسامد البور من أجل تحفيز الظهور وسامد الفوسفور كذلك من أجل تحفيز الظهور كذلك لأن الظهور فكما كانت تلاحظوا معي وكل قوم بتسميدها بسامد البوتاسيوم والمياه فقط هذه الأسميدة في هذه المرحلة الإغوان والذي تعتبر هذه المرحلة الأخيرة بالنسبة لزيرات الفارولة نقوم بزيراتها في شهر 10 و9 و11 ونبدأ في حصادها في شهر واحد وتستمر فترة حصادها ورعايتها تقريبا 7 أشهر إلى 6 أشهر من السنة ودغو الأمر جيد في الفارولة فهي تعد من الزيرات قريبة عن مادة لك تخلي واحد أرباح سارة حصادين جيدة من حيث حصاد الفارولة الإخوان اللي يجبين بعد تساؤلات نقوم بحصادها مرة واحدة إلى مرتين كلما كانت دفت تقدر تحصادها مرتين في الأسبوع بين مرة إلى مرتين كحد أقصى بالنسبة للحصاد كل أسبوع تقريبا في الشهر أربعة مرات إلى خمسة مرات بالنسبة للإنتاج للهكتار واحد فقط أرقام تقديري الإخوان اللي يقدر يوصل للهكتار إلى طون 500 كيلو أي طون ونصف من حيث تإنتاج الفارولة أسبوعيا هذه أسبوعيا إخوان بالنسبة للإنتاج للفارولة الإخوان لا تبدأ معك الفارولة بطون ونصف المرحلة الأولى مثل الزيرات الأخرى مثل الفلفل والطماطم تقريبا تبدأ معك في أول حصاد ميتين كيلو تلتمية أربعمية خمسمية كحد أقصى تصل إلى جزء طون أي جزء ألفين كيلو من إنتاج الفارولة أسبوعيا على حسب كل ما كانت الدفء وكل ما كانت العناية والتسميد وكذلك السقي المنتظم كل ما كانت إنتاجية للفارولة بالنسبة للمعطيات الإخوان يجبوا معرفاتها الفارولة ما تبدأ من حيث الإنتاجية في الأولى تقريبا ستعطيك طون ونصف أو ألف وخمسمائة كيلو أسبوعيا ستبدأ معك مية مية وخمسين ميتين تلتمية ربعمية كحد أقصى تقريبا جزء طون الأسبوعيا من حيث إنتاج الفارولة بالنسبة للهكتار الواحد أو أكتر هذه فقط أرقام أنا عايشتها أرتون شاركة معكم تقدر تأتيك أكتر من هذا الإنتاج تقدر تأتيك أقل كل ما كانت أشياء الشمس فأنا أركز لأشياء الشمس والدفء الإخوان يجب الحرص عليه كل ما كانت عندك أشياء الشمس كل ما كانت إنتاجها للفارولة فهي صراحة سهلة جدا حيث تتعامل معه مقاومة للأمراض بالنسبة للأمراض الإخوان حاليا المرض واحد يكتركز عليه هو مرض بايد الدقيقي فقط لكي يسيب الفارولة وعكس الأمراض الأخرى لما يتصعش به الفارولة لأنه صراحة يعتبر من تشوت الأرض مقاومة للأمراض وكذلك مقاومة الظروف المناخية مثل التقس البارد إلى آخره فكما كانت لاحظة معه الإخوان فصراحة فيها وحد إنجاز جيد وحتى التامن للأخوان اللي كنت تامن صراحة جيد في المتناول بالنسبة للفلاح أو للمجارة وكذلك عليها وحد إقبال كبير من حيث الاستهلاك ما غادش تلقى وحد مشكلة من حيث بيع محصولك من حيث الفارولة غاد سراحة من حيث البيع محصولك ما غادش تتقى وحد مشكلة عليها وحد الإقبال كبير جدا بالنسبة للإستهلاك سواء الداخلي وكذلك التصدير نحو الخارج كذلك أو البلدان الأوروبية هذه فقط معلومات الإخوان إن شاء الله مزان غاد نشارك معكم حلقات أخرى حول التسميد وكذلك الرعاية بالنسبة للفراولة وبتتوفق للشهم يا إخوان موسيقى